أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة عندنا حدث مهم جدا في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد وهو في التجمع الخامس متعلق بحفل تأبين لأحد الشخصيات المهمة جدا في تاريخ النادي الاهلي اللي وفاته المنية منذ فترة قريبة جدا الراحل تيسير الهواري النهاردة الكابتن محمود الخطيب يعود للقاهرة للمشاركة في حفل تأبين أحد يعني الحكماء اللي كانوا في لجنة الحكماء في النادي الاهلي الراحل تيسير الهواري واللي تقرر النهاردة بإذن الله من خلال مجلس الإدارة إقامة حفل تأبين للكابتن والراحل تيسير الهواري في الساعة السابعة من مساء اليوم في فرع النادي في التجمع الخامس النهاردة الكابتن محمود الخطيب عاد إلى القاهرة قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي الذي كان ينفزه بأحد مراكز التأهيل القبرى في دبي وذلك للمشاركة في حفل تأبين للراحل تيسير الهواري أحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء بالنادي هذا الحفل إن شاء الله يكون الساعة السابعة من مساء اليوم في فرع النادي في التجمع الخامس على فكرة جاء هذا تقديرا لمسيرة الراحل وعطاءه للنادي على مدار سنوات طويلة ظل خلالها داعما ومساندا في كل المواقف بل وكان نموزجا في حبه وإخلاصه للأهلي وإنقار ذاته ولكت شاءت الظروف الصحية للكابتن محمود الخطيب وتواجده في رحلة علاج بفرنسا أبان وفاة الراحل على أثرها لم يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان المرحوم تيسير الهواري إلى مسوى الأخير لذلك حرص رئيس الأهلي على العودة للقاهرة للمشاركة في حفل التأبين والذي دعت إليه قيادات النادي وحكماءه تقديرا لقيمة وقامة المرحوم تيسير الهواري وما قدمه للنادي الأهلي طوال مسيرة كبيرة جدا في النادي الأهلي خلال السنوات الماضية اشتركوا في القناة